أول شي جبت كم برميل وهالمحل هاد وبلشت وصلنا لمرحلة أنه صار أنه لازم يتوسع بس في مضايقات مثلا كانت بموضوع الإقامات موضوع وراء المؤسسين خافت العالم خافت بالبداية بس نحن ببداية الأمر يعني كان في معي أربع شعب حطهم بره بالشارع يعطوا للعالم عينات مجانية سائل جلي كلوك فلاش معطر شامبو سائل بلسم ديتول لدوغسيل سائل دوغسيل بودرة نحن في يوم بنساوي خزانات مشان نلحق أكبر عدد وأكبر كميات منطلعون للعالم متابعين الأوادم أسعد الله مساكم لكل المتابعين مصطفى إكسبلور اليوم نحن بمكان جديد وبقصة جديدة هلأ رايحين عن شاب سوري من خيرة الشباب السوريين اللي لجأوا على لبنان طبعا قصته مختلفة كليا قصة نجاح اجي لهون حاول طور من نفسه عمله لحاله أسس وبالرغم من ذلك نحن هلأ واقفين بقلب معمله فراح نفوت لجوه ونتعرف على أبو عمر ونعرف تفاصيل قصته وكيف اجه على لبنان وكيف طور من حاله شي بداية نعرف عليك أبو عمر حبيبي حبيبي مصطفى الله يصدق أبو عمر السرية من سوريا شا صدك هون من لبنان؟ نحن صدنا تقريبا شي ثلاث سنين ونص تقريبا نحن هلأ بالنسبة للمصلحتنا الأساسية هي من زمان وهلأ من 2003 لليوم هاد يعني مصلحتي أنا وأخواتي وأهلي كلهم نشتغل بنفس المصلحة هاي يعني أنت من البداية جاي حاطب براسك من سوريا أنه خلاص مصلحتك بدرجة ترجع تكررها هون لا لا ما كنت معرف أنه في يعني في مجال للمواد الخام والأمور هاي هون ما كنت ما كنت جاي أنه أفتح معمر أنا جاي أشوف الوضع هون شو هو وعلى أساسه أمشي أول شي جبت كم برميل وهالمحل هاد وبلشت يعني أنا أسعى أنه شو أنه أفتح طريق إلي مع تشجار مع عالم مشان أنا أصير يعني إلي اسم بالسوق إلي وضعي كان أخواتي معي كان أخواتي موجودين معي في المحل هون وصلنا لمرحلة أنه صار أنه لازم نتوسع لازم نتوسع فأخواتي فتح وفرع لحالهم وأنا ضليت لحالهم مشان نضل مصيررين على الوضع نحن عم نشوف على البيدونات اللي بالرف اللي وراك اسم السرية يعني اسم معيلتكم صح مزبوض هاي هيك فجأة لزقتها ولا عملت إجراءات لحتى قدرت تفتحها أكيد ما فيك أنت تجي تحط اسم من الهواء يعني أكيد في محامة في مؤسسة في غرفة تجارة في وزارة صحة في ألف قصة نحن عملناها مشان نوصل لها الشي يعني اسم له حماية ملكية له كل شي هلا بالنسبة للمضايقات يعني شخصية ما فيش مضايقات شخصية ما فيه بس في مضايقات مثلا كانت بموضوع الإقامات موضوع وراء المؤسسة بدك كفلاء بدك أشخاص مثل هيك مثلا تكفلاء أو كذا فلا حتى وصلنا للشخص الصح اللي هو محامي يعني هو اشتغلنا بأمورنا كلها شو ردت فعل أهل المنطقة حواليك هلا بالبداية استغربت العالم كتير بس بالنسبة الوضع المادي أو الأزمة المادية انجبرت العالم ما أحدا متعود يأخذ هيك شغلة بالكيس ودوغسي وفول وصنص لا 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 خافت العالم خافت بالبداية بس نحن ببداية الأمر يعني كان في معي أربع شعب حطهم برره بالشارع يعطوا للعالم معينات مجانية بس هلأ الشغلات الأساسية عمشتغلون نحن 18 و 20 مادة اللي هنه سائل جلي كلور فلاش معطر شامبو صابون سائل بلسم ديتول لدوغسي سائل دوغسي البودرة جيل عملاق ملمع علمنيوم فوم للسجاد فوم للسيارات ملمع دوليب ملمع تابلو شغلات ملمع باللور يعني أي مادة بالنسبة نحن بزنهم كل هدو بالنسبة لأمور نحن بيشتغلها كلها يعني كل شيء موضوع بتعلق بستة البيت أو بمغسل السيارات أو بالمطعم نحن بيشتغلهم طيب خلينا نكون نواقعيين شوي مواد تنظيف لستة البيت أكيد ضروري يعني أهم خمسة أنواع شو هنه وقدش يطلع تكلفتهم مثلا هلأ سائل جلي يكلور الفلاش المعطر ومثلا بدك سابون سائل مثلا بلا سابون سائل دوغسي خلينا على العملي دوغسي مثلا خمس أصناف يعني هلأ المرة ميتين ألف تحسين تشتري وين وصل اليوم أبو عمار هلأ ما فيني إليك وين وصلت يعني الواحد بضلق له طموح يعني أنا لليوم بحس حالي لسه نبليش طيب بضعتك لأوين وصلت هلأ أنا بتمنى أنا توصل على لبنان ولا برا مثل بسوريا أنا كنت وزع طلع طال العراق على الأردن على آه يعني توزع صح كنت أبعت باتي للبنان لهو كنت بسوريا أبعت بضاع لهون خبرتني أنت وراء الكاميرا أنه بتطبخ لمحلات تانية أكيد أكيد في محلات فتحت مثل حكايتنا هيك تجد أخذ براميل جاهزة من عنا يعني أنت ما أكلتهم أنه هذا بيضارب عليك لا 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 أبدا 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 ولا محل يعني هلأ بأي سؤوب تفوق تلاقي 50 صاغات جن بعض 50 بيع ألبسة جن بعض موضوع هذا موضوع هذا ما بيخوف أبدا حتى بسوريا نحن نتربين على هذا شي وخلقنا عليه شو المكانات الأولية اللي بتستعمل فيها لحتى تصنعها عندي خلاطات وما كانت سحب بس اللي بتسحب المادة بمكان لمكان كيف بضعت أبو عمر والله براملة المخيم وبراملة جبل براملة معلات أرخص محلات واللي يعجبني فيه أكتر شي أنه بيجي حدا بده بخمس سلاف بعشرة سلاف بيعبوله لو أنه نص أنيز وبيل لك فيه خفيف وفيه وسط وفيه متئة ما أنه بيبيعك تتقيل على أنه خفيف هو العكس صحيح وبضعته كتير نظيفة ونعمل الحمد لله اليوم كشاب سوري يجع على لبنان وعمل من حاله وطور من نفسه عمل شي فائدي هون بهالبلد هذا شي سوائنا كتير حلو دي مصر الشباب السوري عم يستغل الله المستحب يشلل لا لا بيشتغلوا بضميرهم وباللبنان نفس الشي بيشتغل بيشتغل اللي ما بديو يشتغل هو بيديو اللي ما بديو يشتغل أنا بتشكرها هاي الشهادة وشكرا كثيرا ببس نتعرف باسم حضرتك محمد كرماج وطرابلوس على راسي حبيب على راسي فتنا هلا على المعمال مطرحا بيجهزوا نشوف أبو عمر شو نسأل أبو عمر أبو عمر شو فيه هون حبيب يا مصطفى هون بالنسبة هون المستودع هاد نحن نشتغل فيه نحن بالنسبة طربيات جملة فيه عالم فاتحين محلات بكزا منطقة هون بطرابلوس فبيوصلنا على طربيات محلات جملة نفس نبيع نفوق صار فيه محلات كتير موجودة بره يعني إذا لاحظت الشي هاد فنحن فيه هون بنساوي خزانات مشان لحق أكبر عدد وأكبر كميات منطلعون للعالم فيه عالم بتوصل مثلا على سائر جالي كلور فلاش معطر شام بصابوسا طرعا برميل بيأخذوا برميل بهل إياسات هاي والسيارة بتوصلني على محلات هون أيها ساعة تفتحوا نحن بنفتح من الساعة تسعة الصباح للساعة سبعة ونصر أو ثمانية مساء هون تجهيز هون صح طربيات جملة كل شي طربيات جملة بتوصل من هون هادي المحل هاي دبضاعة عم بلشو تجهيزة من سائج هل يوم معطر وحسب ما عادلنا لا يوصلوا الناس ويجربوا بداعة أبو عمر سرية شلون بدي يوصلوا وشلون بدي تسلو خبرنا خبر المشاهدين وصمحا نحن في عنا أول شغلة نحن موقعنا مخيم بالدوش شارع الفوز بنات أبو عفارس معمل أبو عمر سرية موظفات أنت من أي جهة بتفوت من على المخيم من أي جهة مين ما سألت وين أبو عمر سرية بدلوك علي يعني من مين ما فتت وفي عنا رقم نصفها على الفيسبوك أغلب العالم تعرفها أبو عمر سرية الموظفات بايبنا الأوادم هلأ خلصنا عند أبو عمر سمعنا اللي بدنا نسمعه ونهاية الكلام هاي القصص النجاح اللي بدنا نسمعه الناس عم تشتغل عن حالة الناس عم تشجع الناس عم تكون سفيرة سفيرة لبلدة بكتير أمور كل واحد ضمن اختصاصه كل واحد ضمن مصلحته موهبته فالمهم عم بيحاول تعلم منه قصص كثيرة فأبو عمر كان مضرب مثل وإجا كان إنسان مثمر ما له فقط يعني مستهلك بل منتج منتج وعم ينفع كثير ناس حواليه وأهم شي نقل موضوع تعباي بالكيس هاي كانت منا موجودة إلا بسوريا طبعا أيام البركة أيام الخير وإن شاء الله بترجع هالأيام وانطروني إن شاء الله بحلقة جديدة وبقصة جديدة وكان معكم مصطفى إكسبلور من لبنان طرابلس تحياتي